فأخبارنا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على بئر بد وكلم المشركين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمهم فقالوا يا رسول الله أتكلموا الناس وقد أريموا يعني ماتوا قال إنهم أسمعوا إلى كلامي منكم فبيسمع؟ آه بيسمع وهو دريان بمعنى أنه هو سامع اللي بيدر حواليه آه سامع سامع اللي بيدر حواليه وهو ما يتنعه ولو حد الكلام وحش أو كده بيبقى سامع ما هي المسألة مش مسألة إنه هو أصلا مشغول مشغول دلوقتي لأنه مقبل على حال كبيرة جدا 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 من دخول القبر ومسألة سؤال الملكين فهو مشغول يعني هم مش فاضي بقى إنه ايه الكلمة هتجرحه لأوة دراح مشغول بشيء كبير جدا جدا يعني يسمع ويشعر ولا يسمع فقط يعني يتأذى من يسمع مسألة التأذي ومسألة كذا نحن نتكلم عن عالم آخر فالله سبحانه وتعالى في الغالب في الغالب إحنا فهمين إنه هو يتلطف بالميت وأرحمه فهو نزل بقى هو مش موضوع حلقتنا النهاردة بس ده سؤال مرتبط بالأخت قالته فكرة الناس ممكن حد يبقى موجوع على فراء حبيبه المتوفد خلينا نقول إنه ورد في الأحاديث نعم أن الميت يتأذى وإن كسر عظم الميت ككسر عظمي حي فلازم نفهم إن هنا دولا الميتين دولا مش ناس وخلاص وانتهوا دولا مهملين طرعا بس هل البكاء على الميت بيأذي الميت نفسه؟ لا البكاء على الميت دايما الناس لك إيه ما تعيطيش؟ طبعا أنا خصبني عني عايزة عيط أما سأحنا مش عايزين نقول للناس تبالغ في العياط ومش عايزين نقول للناس الصوات في فرق ما بين الصوات والبكاء؟ فإحنا مش عايزين ناس تبالغ في مسألة التفجع والحساس بالفقد ده اللي بيخليهم يهز مسألة الصبر والرضى لإني في الوقت ده محتاجين الصبر والرضى لكن السؤال بتاع حضرك ده الميت لا يعذب ببكاء أهله إلا الحديث معناك الحديث ورد كده هذا ميت وأهله يبكون الرواية الصحيحة كده يعني هو مش بيعذب لأنهم يبكون هو عمل زنبه إيه لكن العلماء بعض العلماء في الشروح كده وأورد ذلك الحفظ من حول غيره إنه هو إذا كان يوصيهم بده إذا كان هو طلب منهم منهم يصوتوا ما تخلوني شيئا ما تخلوش زمان قبل الوعي قبل الوعي والفهم من الكلام ده كان فيه بعض الأحيان ما تخلوش كناس سكيتي يعني بعض الناس لما يكونش عندهم وعي ممكن يعملوا كده